بعد غياب سنتين يقفز الديمقراطيون مجدداً إلى مصرح الأحداث ومعترق السياسة ويشاركون الجمهوريين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نانسي بيلوسي الزعيمة الديمقراطية الشهيرة عادت من جديد إلى رئاسة مجلس النواب لكن هذه المرة ليس في عهد باراك أوباما إنما في عهد دونالد ترامب الداخل في دوامة ملاحقات قضائية أوشكت أن تغرقه انتخبت بيلوسي وانعقد مجلس النواب واستنقسامات حادة بين الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس الجديد والجمهوريين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بأغلبية طفيفة بمجلس الشيوخ يأتي ذلك توازياً مع إغلاق جزئي للحكومة بسبب عدم الاتفاق على الموازنة العامة مجلس النواب الجديد بصلاحياته الواسعة صار في قبضة الديمقراطيين الذين توعدوا كثيراً بالوقوف في وجه ترامب وإعادة الحياة الديمقراطية إلى المؤسسات الراسخة تحت وطأة فردية الرئيس الأمريكي بحسب وصفهم مواجهة محتملة بين الديمقراطيين والجمهوريين مدارها كثير من القضايا الحساسة على رأسها بناء الجدار الفاصل مع المكسيك والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فضلاً عن قضية الضرائب وإقالة وزير العدل جيف سيشينز أقل نتائج هذه المواجهة المحتملة بين الحزبين الأمريكيين كما يرى مراقبون هي كبح جماح إدارة الرئيس الأمريكي التي تجاوزت سلطاتها وأساءت استخدام المناصب الحكومية أما أعلى نتائج هذه المواجهة فهي حرمان ترامب من الترشح لولاية ثانية في حال تمكن من الاستمرار حتى عام 2020 لكن المعطيات الجديدة تشير إلى أن العام الحالي سيشكل أخطر تحدي يواجه الرئيس الأمريكي وخصوصاً أن الديمقراطيين تسلموا رئاسة اللجان البرلمانية ذات السلطات النافذة في مجال التحقيقات وذلك ما يعطي المحقق مولر دافعاً قوياً يمكنه من إجبار ترامب على المثول أمام القضاء معزولاً من منصبه ترجمة نانسي قنقر